السلام عليكم ورحمة الله أخواني الأفضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الخميس 7 مارس 2019 أو دعونا نقول اليوم الرابع عشر للانتفاضة السلمية المباركة حيا الله حرار البلاد في كل زمان ومكان لا تتصورون حجم افتخاري وفخري بأني جزائري مثل هذه الأيام لم أشعر بهذا الفخر كما شعرت به اليوم كنت دائما افتخرني جزائر ولكن اليوم هناك فخر غير مسبوق وهذا ليس حساسي أنا فقط إنما كل حساس الجزائريين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج ولكن في الخارج أكثر لأن كانت صورة الجزائر والجزائريين مشوهة مشوهة إلى درجة لا تتصورون حدها العصابة التي حكمت البلاد أظهرت للجزائريين على أنهم شعب همجي إرهابي باعونا يعطوهم ويقولون يتعاونون معهم يبيعون لهم الأسماء يعطوناهم الأسماء على أن الجزائريين إرهابيين لكن هذه الأيام الكل فخور لحد هذا الماضي كنت في باريس وكانت تلك المظاهرة الرائع على التتجاوز الحضور فيها عشرة ألاف ربما حتى تتجاوز خمسة عشر ألف حسب بعض المصادر وكان ذلك في استقبال الرائع الذي لقيته من إخواني سواء في أو في وكم كان الجزائريون فخورون وفخورون جدا والأنشيد الوطنية في قلب فرنسا الأنشيد الوطنية تصدح في قلب فرنسا الأنشيد الجزائرية والفرنسيين مشدوهين ما يحدث من هؤلاء نحن نكون يعني تعرفوا كيف ينظروا لنا خاصة الفرنسيين على أننا كما كانوا يقولوا بون يغلوا مش عرفوا حشاكم كلمات بشعة وأيام الاستعمار ثم استمرت والعنصرية والرسيزم وكذا لا أقول كل فرنسيين فيهم كثير من الأحرار وفيهم كثير من الشرفاء ولكن أتحدث عن فئات معينة ولبيات معينة كانت دائما تصور الجزائر والجزائريين أيام الاستعمار على أن فلاقوا وإرهابيين ثم جاءت هذه العصابة التي ورثت الكولون وتركت هذا الموضوع يمضي في هذا الاتجاه لا تتصورون فخرنا ونحن يوم السبت الماضي هنا في بريطانيا نقطع من ساحة الطرف الأغار طرف الأغار سكوير إلى إلى مقر صفارة العصابة وهو كانت حوالي تقريبا نعتقد أنها حوالي مايل أي حوالي كيلومتر ونص تقريبا قطعنا قلب لندن قلب لندن يعني المسار المسارنا كان هو قلب لندن مقاطعين في أكسفورد شارع أكسفورد الشهير أكسفورد سريت وكانت الناس تنظر إلى الجزائريين وإلى الأعلام وأنا على يقين أن كثيرين من الذين كانوا نظروا إلى العالم الجزائري ربما رأوه مرة واحدة وكانت الأنشيد الوطنية وكان ذلك الحماس وكان وكنا جميعا نصرخ بأن تحيا الجزائر تحيا تحيا لأحيا الشعب الجزائري الحرية لأحيا الشعب الجزائري كأوى نشيد وطنية من جبالنا وإخواني لا تنسوا الشهداء كلما أتذكر هذه النشودة كلما يغمرني شعور عميق بالوثاء لشهداء البلاد عموما إخواني نحن في أسعد لحظات الآن وفي أيضا ترقب هناك ترقب هناك فخر هناك صحافة العالمية تكتب أيضا هذه الأيام عن الجزائر بشكل الجزائريين بشكل يدعو الافتخار ويدعو للصراخ في كل مكان أننا جزائريين لكن في نفس الوقت صراحة صحافة العالمية لا تفهم كيف يتصرف هذه العصابة هذه الجماعة الحاكمة ولا تفهم أن رجل بين الحياة والموت أمس صحافة سويسرية ومصادرها من داخل مستشفى جونيف تقول أنه بالتنفس اصطناعي وتقول أنه في وضع حرج وتقول أنه طبعا هؤلاء سويسريين هذه صحافة سويسرية هذه ليست صحافة البقارة تكتب أي شيء يعني في الغالب صحافة سويسرية في الغالب أقول في الغالب هي صحافة هي صحافة لها مصدقية عند الناس يعني في الوقت الذي العالم مبهور انبهار شديد بالسلمية والحضرية لهذا الشعب في هذا الوقت في هذا الوقت بالذات الإعلام العالمي يتساءل من أين يأتي هؤلاء حكام الجزائر ألا يرون ألا يبصرون ألا ينظرون إلى الملايين خاصة الجمعة الماضية ألا ينظرون إلى مسيرات الطلبة ألا ينظرون إلى المسيرات اليومية حيا الله المحامين الأحرار اللي يراهم اليوم أمام ما يسمى بالمجلس الدستوري أحد مجالس العصابة الكاذبة مع ذلك مع كل هذا ومع العالم هذا اللي مشدوه في نفس الوقت يترقب ويفتخر بالشعب وينكر على هذه العصابة ما تفعل يخرج علينا الجماعة الحاكمة برسالة قالوا أنها رسالة لبوتفليقة أنتم راكم تابع يعني راكم بعقولكم راكم ما زلت بعقولكم راكم مسخروا راكم تستهزاوا بهذا الشعب ما زلتوا تستهزاوا يعني هل هناك عاقل حتى أقول هل هناك طفل في الجزائر اليوم لا يعرف أن أبوتفليقة بين الحياة والموت وأنه تقريبا موضوع على ألات صناعية ما زلتوا تقولوا كتب رسالة كتب رسالة من ثمانية مايل وأنتم تحكموا فينا بالرسائل ألا تستحي السعيد ألا تستحي السعيد ألا تستحي يا قيد صالح ألا تستحون وكلا يكون تجاوز الستين يعني السعيد على تجاوز الستين ربما 63 أو 64 سنة وأنت قيد صالح تجاوز الثمانين حتى وإن كانوا يقول رسمي 79 سنة ألا تستحون ألا تستحون وتأتي ما يسمى بوكلة أنباءكم تقول قال الرئيس وقال الرئيس والرسالة وقرأتها ما نشعر من إلى آخر ما ألا تستحون مزلت بالرسائل بعد كل هذه المظاهرات والاحتجاجات والعالم مقلوب والشعب في حالة فوران لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر لم يسبق لها مثيل ألا ترون عجبا يقول لك في رسالة وخلينا نقول لكم على السريع العجيب أنها متضمنة للتهديد وهذا لخذاته كثير من وكلة الأنباء ونشرته الآن كثير من الجرائد والقنوات تهديد صحيح هو يبدأ فيه مغلف يزعم فيه أنه يحيي المتظاهرين الحلم الحضاريين والسلمين هذه نقطة مهمة إنكم تعترفون أنها مظاهرات حضارية وسلمية وإنكم تعترفون أنه لم يمت في الحقيقة إلا شخص واحد بطريق مباشر واثنين بطريق غير مباشر حد الآن الذي استجهد ونحسبه إن شاء الله شهيد هو حسن بن قدة رمز سيكون أيقونة ورمز لهذه الانتفاضة المبارك والاثنين آخرين في الحقيقة لم يمتوا مباشرة وإنما كان هناك تدافع وكان عندهم مرض القلب أي أنهم بطريق غير مباشر إذن هذه اليوم 14 يوم 14 يوم أثبت فيها الشعب الجزائري حتى أن إخواني يقولون أن في هذه الأيام نقص السرقات ونقص الاختطاف ونقص ونقص الخوف وخطف التليفونات وخطف الذهاب للإنساء وكلام العيف الشارع الذي كريم جزائر اليوم جزائر اليوم لم يسبق لها مثيل لم يسبق لها مثيل الشعب الجزائري في تأخيه وتود وتراحمه وتعاطفه وحضاريته لم يسبق لها مثيل أمع ذلك يقول غير أن رئيس الدولة دعي إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التغيير السلمي من طرف أي فئة غادرة داخلية وأجنبية التي لا سمح الله قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات إذا حدث أي اختراق فهو منكم الشعب ليس له سلاح والشعب يرددها مساء ليلة نهارا في كل حين سلمية سلمية اليوم وغدا سلمية إلى الأبد الشعب أبدى وأودح ذلك أنت تهددنا الآن بأنه قد سيكون هناك يعني قراءة الرسالة التي قرأها الإعلام هو أنه سيكون هناك اختراق لهذا تهددنا الجيش في أيديكم والأمن في أيديكم والشرطة في أيديكم والمخابرات في أيديكم والدرك في أيديكم والمال في أيديكم والحدود في أيديكم والعالم الخارجي في أيديكم معكم على الأقل حتى قبل عشرة أيام ثم تهددنا بأنه سيكون هناك ممن يأتي الاختراق من المريخ يأتي من زحل الجزائريون يقولونها بكل صدق وبكل صراح كل الناس على مختلف فيديولوجياته على مختلف أفكارهم على مختلف كلهم نفس الموقف سلمية سلمية ما استمعت لأحد من الذين يتحدثون في الإعلام ما عاد طبعا أتحدث عن الإعلام العالمي أو الجرائد العالمية لا أتحدث عن إعلام البقارة ما استمعت لأحد من الجزائر المتدخلين خارج العصابة ومن يمثلها إلا وذكر السلمية وذكر أننا سنبقى حضريين وذكر أننا ضد العنف المطلق وذكر 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 من أين يأتي إذن هذا تهددوننا لأنكم تعرفون أن غدا ستكون الجمعة العظمى والعظيمة وأنا أدعو إخواني أن يسموها جمعة العربي بن مهيدي العربي بن مهيدي هو رمز وأيقونة كبيرة للجهاد الجزائري للشهادة الجزائرية للثورة الجزائرية ضد الاستعمار أدعو إخواني أن يصرخوا باسم العربي بن مهيدي ويصرخوا باسم عميروش وباسم مصطفى بن بولعيد وباسم أيتحمد وباسم مهري وباسم بوظياف وباسم كل أحرار البلاد ولطفي والأسماء بلا حدود وحاسيبة بن بعلي وأعلي لابوانت كلها نصرخ باسماء الشهداء شهداء الذين أعادوا الأرض أعادوا على الأقل الأرض بعد أن بعد أكثر 130 عام فلتكن بإذن الله جمعة العربي بن مهيدي وليكن هذا جميعا لنا إذن أنصحك يا سعيد ويا قاية صالح أنت ومن معك من جنيرالة أنا أعرف إنكم حوالي 22 جنيرال نحن نعرف حتى أين تجتمعون نحن نعرف حتى أين تجتمعون ونعرف أنكم أحيانا تجتمعون جماعة كلكم وأحيانا تجتمعون على أطراف وتجتمعون في فيلا في الأبيار وتجتمعون في شرشال وتجتمعون في عنعجة نحن نعرف ذلك ولدينا التفاصيل نحن لا نريد أن نفضح هذه الأشياء لأننا ما زلنا نأمل أن هناك عقلاء أن هناك عقلاء ونحن نعرف حتى بعض النقاشات التي دارت بينكم ونعرف أن هناك توجه من بعض الجنيرالات الذين يفهمون والأقل يريدون أن يحافظوا على مصالحهم بالحفاظ على الوضع نحن نعرف ذلك بكل تفاصيل بكل تفاصيل لكن هذا ليس هو المهم وطبعا كنت قدمت لكم في مامضة وثائق سرية ونشرتها هنا أجزاء منها حتى لا تطلع العالم أجمع إذن فانتبهوا لم يعود العالم كما كان في التسعينات اليوم العالم قرية صغيرة ويستطيع من هو في الجزائر أن يتواصل من معه في الصين وفي أستراليا وفي لندن وفي جناب وفي أطراف الدنيا وحتى في جزر الوقواء العالم صغير أنا أحيانا هنا من لندن وليس أحيانا في أغلب الوقت أعرف ما يدور في الجزائر وأتحداكم أن تعرفوا البيلاد أفضل مني أتحداكم ولا أقول فقط عن نفسي كثير من المقاومين الأحرار الذين قلوبهم هناك وعقولهم هناك وعلاقاتهم هناك يعرفون الأوضاع أفضل منكم مليون مرة أنتم من قطعين على الشعب أنتم في طروسون كارونت وفي سيدي فرج وفي كلوب دي بان وفي الفيلات الخاصة في بن عكنون في لبيار وأكثر الوقت في دبي و باريز ونحن نعرف لا علاقة لكم بالشعب لا علاقة لكم بالشعب إذن فاستحوا ولا تهددوا هذا الشعب هذا الشعب يريدها سلمية وسيظل سلما سيظل سلما وأبناء داخل الجيش وداخل الشرطة وداخل الدرك أعدكم وأؤكد لكم أنهم لن يطلقوا عليه رصاصة واحدة بإذن الله طبعا ما عادة البلطاجية الذي لديكم نحن نعرف أن لديكم أيضا بلطاجية ونعرف أن حداد دفع أموالا وتحكود دفع أموالا لتخريب هذا الحراك المبارك وهذه الانتفاضة السلمية إذن لا تعيد ولا تكرر كلام فارخ يا قايد صالح من فضلك ندعو بل نرجوك وننكررها لك الوقت ينفذ الشعب لن يعود إلى الوراء بل بالعكس أنت ترى الآن ترى الانشقاقات داخل من كانوا هم يعني البيلرز الأعمدة الرئيسية للعصابة صحفيين بما فيهم صحفيين ننتعى الإذاعة والتلفزيون الحكومي رموا أوراقكم وخرجوا للشعب ترى أن منظمة المجاهدين الذي كان فيها الكثيرين يرتعون وينهبون خرجت الآن وهي مع الشعب ترى أن حتى ولد قابلية وزير الداخلية السابق الذي يرأس المنظمة المالك وهي منظمة المخابرات الآن ولد قابلية مع ولد قابلية إذا كان ولد قابلية وزير الداخلية السابق وأنتم تعرفون ما معنى وزير الداخلية في بلد عربي أو في بلد متخلف أو في بلد إفريق تعرفون ذلك لكن مع ذلك هو ينضم الآن وكثيرين ينضمون سترون في الساعات القادمة حتى زارة ضريف زوجة بيتات والتي كانت حتى سنوات مضت سيناتريس كما يسمى وتنضم الآن شكرا لها لأنها مهما كانت كانت أحد ثوار أحد أبطال معركة الجزائر بحير نضمت للحراك وآخرين وآخرين بل أن حتى لويزة حنون كان يحدثني صديق قبل قليل قال لي أنها الآن تدعو إلى إسقاط النظام وليزة حنون كانت دائما في خدمتكم كمعارضة مزورة لكن الآن تدعو هي إلى إسقاط النظام تريد حتى أن تجاوزنا قلت يكون معليش أرواحي كل من يتحق الآن بالحراك وبالانتفاضة السلمية المباركة تفضل أنت معنا كن مع الشعب فأنت معنا إخوات في كل مكان الولات القضاة الدبلوماسيين الإداريين أينما كانت مناصبكم انضموا الشعب هذا هو الوقت الجمعة غداً إنها جمعة العربي من مهيدي إنها جمعة الحرية للشعب الجزائري جمعة تقرير المصير بإذن الله إذن أكرر إخواني في كل مكان في الإدارات موظفين كنتوا في الداخل أو في الخارج انضموا إلى الشعب أعلنوا مساندكم عليه كل شي مكتوب جوجل سيأتي بكل شي فيما بعد يبحث الناس ويجدون كل شي خذوا مواقف في هذا الشعب جاء الوقت لتنضموا لشعبكم ونحن نرحب بكل ولو كان من كبار الجنراليت لو يعني قاية صالح غداً استماعوا للشعب وإنساتوا للشعب وفعلاً تقديم الأمر الحكم للشعب وأن يبتعدهم والله سنشكره وسنقول له شكراً على ما فعلت نحن ليس لدينا أي خصومة مع أي إمكان إنما نريد لهذه البلاد أن تصبح قوة حقيقية ولهذا الشعب أن يكون مفتخراً ببلده وبأنه جزائري وبأنه من أحرار الثوار وأحرار البلاد هذا شعب ممكن أن يصنع المعجزات هذا شعب لديه إمكانيات هائلة برغم التدمير والتخوين والتحقير والحجرة الذي مارستموها على طير ما يزيد من 57 سنة على استثناء ربما خمسة أو ست سنوات في حكم الشادل إذن لماذا نحلي عين ونحلو زوج لماذا تفعلون هذا؟ لماذا؟ خلوكم بعينيكم وخلو الشعب بعينيه لماذا؟ ما زلتم تكتبون الرسائل باسم رجل الميت؟ لا تستحون حقاً لا تستحون حقاً لا تستحون أود إخواني الذين يقولون ما هي السيناريوهات؟ ما هي الاحتمالات؟ ما هو الموضوع كله؟ شوف إخواني هناك حوالي خمس سيناريوهات سنراها في الساعات القادمة في الأيام القادمة إن شاء الله واحد من هذه السيناريوهات ونتمنى أن يكون الأفضل منها هذه السيناريوهات الخمسة باختصار شديد وأتمنى من يسمعني الآن من يستطيع أن يكتب ما أقوله لأنني لا أجد وقت للكتابة ناس كثيرين يطالبون مني الكتابات لا أجد وقت لذلك أنا لا أجد وقت للنوم ولا أجد وقت للأكل قد تجدون أن تروني أحياناً أني منهك ومتعب أنا لا أنام إلا سواعات قليلة منذ أسابيع أسابيع قبل طويلاً قبل 22 فبراير إخواني ليستطيع أن يكتب ما أقوله الآن على هذه السيناريوهات يكتبها ويبعثها لي من فضلكم حتى أضحها فيما قال وأنشرها على الموقع وعلى الفيسبوك السيناريوهات الخمسة باختصار شديد سأضحها بشبه عنوين وأفسر قليلاً السيناريو الأول أن يسمع كبار الجنرالات الكمشة المكونة من 22 جنرال أصحاب القرار كما يسمونهم لديسيدر أن يسمعوا لصوت الشعب ولهذا الهدير الهائل ولهذه الملايين المنتفضة والتي سترون قداً منها أكثر يستمعوا لصوت الشعب ويطبقوا دستورهم نحن ننادي بتطبيق دستوركم المادة 102 من دستوركم ليس أكثر من ذلك أنتم صنعتم هذا الدستور عدلتوه غيرتوه بدلتوه على مقاسكم طبقوا المادة 102 المادة 102 تقول أنه في حينة إذا مرض الرئيس فإن المجلس دستوري يقرر ذلك ويصبح غير مؤهل لإدارة البلاد ووفق ذلك تقوم المادة 102 وتشرح ماذا يجب أن يجري خلاصتها أنها تجري انتخابات جديدة بعد 90 يوم طبعاً هذا قضي 90 يوم انتخابات جديدة سنتحدث عنها آخر لكن دعونا فقط نتحدث معهم على المادة 102 وهي الإطاحة أو إزالة الرئيس العاجز كما يقول الدستور إذن يسمعون ويطبقون المادة 102 يزيحون بودفليقة ويلغون هذه الانتخابات القادمة ويبدأون في تطبيق المادة 90 وما تقوله من إجراءات السيناريو الثاني يبقى قايد صالح منقطع على العالم يعيش في عالمه المخملي وكانه في فيلته في دبي الفيلا تلك الفيلا التي يعبث فيها عبثاً رهيباً منذ سنوات طويلة والإماراتيين يصورونها وبكل الطرق لا أدخل في التفاصيل إذن يقول قايد صالح يعمى وتعمى بصيرته فيقوم بعض الجنرالات ممن لديهم نفوذ ولكنهم يفهمون أن انتهى انتهى حكم بوتفليقة ومن معه فيطيحون بالقايد صالح يحتجزونه وينفذون المادة 102 يطيحون بالقايد صالح وبمجموعة من الجنرالات الذين ما زالوا معه يمدحونه وينفخونه ويقول له لا هذه الأمور لن تكون كما قال بن علي وجنرالاته الذين كانوا معه وكما قال مبارك تعرفوا القصة إذن جنرالات ممن يفهمون أن من مصلحتهم أولا ومن مصلحة الوطن ومن مصلحة الشام أن لا تنجنف البلاد إلى فوضى لا قدر الله فيضحون بالقايد صالح وبالسعيد طبعا يحتجزون السعيد أيضا ومن معه ويكون تطبيق المادة 102 السيناريو الثالث الجنرالات عمية بصائرهم عماو ما ونشي يشوفوا منكرين دريزة دينايل للرياليتي والتروث للشارع فيقوم ضباط آخرون على الأرجح عقادة ربما يكون فيهم جنرال أو اثنين أو ثلاثة من الشباب عقادة رواد مقدم إلى آخره مجموعة تقوم بالإطاحة بما يسمى بالقيادة العسكرية وطبعا قد ينضم لها بعض الجنرالات النواحي فيما بعد لكن المهم تقوم بالإطاحة بالقيادة العسكرية قايد صالح والـ 22 جنرال المحيطين به وطبعا سعيد والآخرين يذهبون في الرجلين يعني هم طبيعي أنهم يتم الإطاحة بهم ويقومون هؤلاء أيضا بالسيطرة على السلطة وفي هذه الحالة يقومون بأمرين اثنين الأفضل أن لا يطبقوا المادة مية واثنين لأنهم في حالة الآن حالة ثورية لأنهم ينضمون إلى مطالب الشعب المنادية بإسقاط العصابة إسقاط النظام أحيانا يرفع لكن نحن ليس لدينا نظام لدينا فوضى نحن نريد أن نبني النظام السيناريو الرابع يعمل جنرالات ويعتقدون أنهم سيسيطرون على البلاد وأنهم سيخيفون لأن رسالة بوتفلي قد تدخل في هذا الخط الذي نسبوها للمريض بوتفلي قد تدخل في هذا الطريق وهو أنهم لن يؤمنوا بهذا الشعب ولن يستمعون يأمرون القوات المسلحة شرطة درك وجيش بقمع المظاهرة لأنهم بعد أن يقوم بلطجيتهم بإثارة المشاكل ربما بإفتعال عملية هنا وعملية هناك إطلاق رصاص هنا وإطلاق رصاص هناك التخويف ويعلنون حالة الطوارئ ويأمرون أو حالة حتى مش الطوارئ حتى لتدسياج حالة الحصار ويأمرون القوات المسلحة بقمع المظاهرة ترفض القوات المسلحة قمع المظاهرة أنا على يقين أن القوات المسلحة اليوم يعني الجنود الكابرانات السرجنات الليزاجيدو الضباط لن ينفذوا أوامر قمع المظاهرات أنا على يقين من ذلك أنا أعرف عن ما أتحدث أنا أعرف تفاصيل التفاصيل وأعرف عن ما أتحدث المرة الماضية أعطيتكم قائمة بالترقيات بدون دخول التفاصيل سنظل أحرار وسنحرر هذا الوطن وسترحلون يعني سترحلون إذن قلت هذا الرابع يعطون أوامر القوات المسلحة تتمرد القوات المسلحة وترفض الإضرار بالشعب وبالوطن وتقوم ضباط يقوم أيضا باعتقال هذه القيادة وينضمون إلى الشعب وبالتالي يصبح الأمر في يد الشعب يهرب من يهرب منهم ويذهب من يذهب منهم ويعتقل من يعتقل منهم ولكن الجيش قوات الجيش في الصفوف الدنيا جنود عرفاء رقباء مساعدين الزرجيدون طباط صغار طباط متوسطين ينضمون للشعب ويستلم الشعب الأمر أمره بيده في هذه الحالة بطبيعة الحال سيكون هناك أشياء أخرى وهي قيام مجموعة من الجزائريين يتفقون عنها الجزائريون لإدارة البلاد لمرحلة انتقالية هذا حديث آخر ربما نفصله مرة أخرى وقد ربما تحدثت عنه من قبل السيناريو الخامس لا قدر الله وهو وإن كنت أستبعده جدا لكنه سأذكره فقط للتذكير أو من أجل المفهوم الأكاديمي إذا شئنا للتحليل وهو أن يقومون وإن كان أن الضباط والجنود لا يطلقون الرصاص على إخوانهم ولا يقمعون شيء ولا يقومون بشيء لكن تقوم جهات قوات خاصة لأن القوات الخاصة كل القوات الخاصة تقريبا موجودة في العاصمة وكل الجير وفي المساء إن شاء الله سأتحدث عنهم كلهم موجودين في العاصمة تقريبا يعني تقريبا نصف الجير وثلاث أربع القوات الخاصة الآن منتشرين في الماء أماكن الحساسة ولدي حتى قائمة الأماكن الحساسة أين ينتشرون إذن هؤلاء قد يقومون بقمع المظاهرات في هذه الحالة لا قدر الله قد نتجه إلى المصار المصري أو التونسي أتمنى أن لا يحدث ذلك والله 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 الذي لا إله غيره أننا لا نتمنى أن تسقط قطرة دم واحدة واحدة حتى للجنرالات حتى لقايد صالح حتى للسعي لا نتمنى أن تسقط لهم قطرة دم هم وطبعا قبل ذلك لا نتمنى أن تسقط قطرة دم للشعب الجزائري أي إن كان بل نتمنى أن يقتل حيوان أو قد حيوان لا نتمنى أن يقتل خاصة في هذه الظروف إذن إخواني نحن أمام هذه السيناريوة الخمسة قد تأتيني ربما الفرص يتحدث عنها أكثر في المساء سأكون معكم بإذن الله إما بطريق مباشر لايف أو ربما عن طريق حوار هناك بعض الناس اللي طلبوا من الحوار سارة إذا كان نعمل معهم حوار وننقله مباشرة وبالتالي تكون الأسئلة هي إجابات أيضا عما يدور في خلد الناس أو يكون لايف أو يكون لايف والحوار مع بعض لكن غدا يوم عظيم أدن الجمعة العظيمة إن شاء الله على بركة الله جمعة العربي بن مهيدي هذا اليوم سيكون يوم عظيم سيكون يوم عظيم بدأ الأئمة الحمد لله منذ الأسبوع الماضي بدأوا بدأوا في انتخاف خطبهم يكونون مع الشعب قالوا خطب رائعة كانت هناك خطب رائعة في أماكن عديدة طبعا ما زال بعض الأئمة للأسف إما جبناء وإما مداخل من الذين يقدسون الطاغية ولوزن نصف ساعة كما قال أحد كبارائهم للأسف مرة أخرى أذكر إخواني المصلين والمؤمنين في كل مكان إنما أعظم جهات كلمة حق في وجه سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم أمر وقنها فقتله أدعو الناس أدعو إخواني أدعو المصلين أدعو الأئمة إذا خطب فيكم الإمام فيما يجري ودعا إلى الخير وإلى الأمر المعروف والنهي على المنكر ودعا هذه العصابات إلى التعقل وإلى استماع إلى الشعب فنعم بالله هذا إمام مبارك وعلى بركة الله تنظون وراءه تصلون وراءه إذا لم يتحدث لا على ما هو حادث ولا كان مع الطغاة فهذا الأمر لكم إن شئتم ذكرتموه لأن بعض الكثير من العلماء قالوا لا يجوز لإمام أو مفتي أن يتحدث عن شيء حتى ولو كانت الصلاة وهناك أمور أهمتهم المسلمين في حاضرهم يعني أحداث مثل هذه وأما الأئمة الذين يقدسون الطغاة فأنا نصيحتي وقلتها قبل حتى 22 على الأقل تغادرون المسجد أو إذا كان أفضل منه تخرجوا هذا الإمام وتخلوا إمام من أبناء الشعب يقوم ويخطب في الناس سأكون معكم مساء إذا طال الله هذا العمر حياكم الله أخوان عينما كنتم ساوا وإكما حتنا بركاته